السلام عليكم اخوتي اخواتي معاكم ساعدة من قناة ساعدة اغيون نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلا خير اليوم وبمناسبة افتتاح قناتي حبيت نشارك معاكم طريقة تحضير رايب في المنزل غادي نحتاجوا ليه ان شاء الله واحد دي طرو ديال الحليب واحد ساشي ديال الفانين واحد دياغورت بنكهة الفانين لكذلك وثلاث ملاعق كبيرة من سكر سنيدة نبدأ وعلى بركتي الله غادي ناخدو اخوتي داك الخليط رو ديال الحليب نخبيوه في واحد الكاسرونة وغادي نضيفو عليه ثلاثة دلي معا القضية للسكر سنيدة وغادي نرضو فوق البوطاء يطيب حتى يغلى من بعد ما نطفيو عليه غادي نضيفو عليه داك السكر فانيلا ونخليوه حتى يدفى الجهد اللي تديري فيه سبعك واختي الفاضلة وما تحرقيش من بعد ما طب لنا خوتي الحليب وخلينا حتى دفا قسمته في كاسرونة واحدة اخرى وضفت عليه الياغورت وحركت مزيان من بعد كنخوي الخالط الاول مع الخالط الثاني وكنحرك كذلك جيدا وكنخويهم في الكويسات اللي انا راني موجدهم وغادي نغطيهم بابي أليمونتير وغادي نحطهم في واحدة السنية ونفرشها بواحد الكتانة تكون غلاي ضاودة فيها غادي نحط فيها الكويسات ديالي وغادي نغطيهم بنفس الكتانة وغادي ندخلها الفران اللي سبق لي سخنته اطفت عليه الرايب ديالنا خوتها هو وجد كما كتشوفوا معايا كيجي رائع وبدون تعقيدات ساهل والمقادير دياله متواجدة في كل بيت كنتمنى انكم تجربوا اترضوا عليا في الكومونتير كنوا علي ياقين انه نجح مئة في المئة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة